كويس فعندنا لعيبة نص الملعب شويتة كويسية فدايماً لازم يحطوا في دمخهم لأن في الماتشيات اللي جاية قدام الفرق اللي هي حتلعب على التعادل أمام النادي الأهلي اللي بتدافع بعشرة لعيبة التصويب على المرمة من خارج منطقة الجزاء حيبقى أهم الحلول لفك هذه التكتلات الدفاعية طيب كويس إن حداك اشتغلت على التلاتة دول أحمد عبدالقادر وعمار ومحمد محمود عموماً بس قبل ما اصل التلاتة دول تقديرك أو تقييمك لقد إيه ميستر موسيماني اكتشف أو حط ييده على قدرات القماشة اللي معاه من لعبين في النادي الأهلي بالنسبة لعمار حمدي لسه شوية محمد محمود لسه شوية يعني محتاجين شوية وقت معاه لغاية ما هو يقدر يكتشف إمكانياتهم بشكل كويس وده طبعاً حيجي لازم لما يلعبهم يعني لازم لما يديهم فرصة واتنين هيكتشف لأنهم لعيبة صغيرين وعندهم طموح وعندهم أهداف عايزين يحققوها وحيحققوها مع النادي الأهلي حيددونا قوة بشكل كبير جداً فأنا أتمنى الفترة اللي جاية القماشة حلوة يعني دايماً أنا عايز أقول إيه على حتة القماشة القماشة بتاعتنا تعمل بدل سنية قماشة اللعيبة تعمل بدل سنية في قماشات لعيبة تانية تعمل لك قميس يعني إحنا أحلى حاجة يعني إحنا برندات فعندنا الوقت والفرصة إن إحنا نضرب طيب الوقت ده أفمع حضرتك فيه خصوصاً إن فيه توقف دولي ويهمني كمان أسمع رأيك في مشوار منتخب مصر التصفيات عندنا مطشين واحد مع أنجولة واحد مع الجابون وأعلن كمان على حضرتك قايمة الفريق اللي اختارها مستر كيروش ونعلنها للساد المشاهدين عشان هيكت من أخبارنا بس اسمح لنا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الجبنين الكبير